ودائما للأهل هو دعم قول المنتخبات الوطنية خصوصا في الكرة الطائرة زي ما حضركم عارفين كده نكون خلصنا أخبارنا داخل جدران نادي الأهلي هنوح لأخبارنا المحلية في حدث كبير جدا بتستعد مصر لتنظيمه وهو بطولة العالم لنشيء الدراجات كم دولة هتشارك؟ 46 دولة رقم كبير جدا جدا مبارح شفنا الدكتور أشف صبحي كان موجود مبارح في المدمار في استاد القاهرة بيتطمن على آخر الاستعدادات وكان معاه الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصر والأفريقية للدراجات ونقى برئيس الاتحاد الدولي وأكد دي طبعا لقطات من الاستعداد للتنظيم البطولة 46 دولة جايين وقال إن الوفود بدأت تواصل من مبارح الجمعة وإجراءات تسكنهم على مستوى عالي وتنصيق من اللجان منظمة البطولة طبعا وده طبعا المدمار هو حاجة على أعلى مستوى وكان الوزير مبارح بيتفقده بنفسه وطبعا منتخة مصر يشارك البطولة 12 لعب اللعبة في العالم طبعا دي احتكاك قوي جدا درجات دي لعبة أولمبيا ومحتاجين إن احنا نخش فيها وبقوة وعندنا الإمكانيات دي عندنا عندنا مصر عندها كتير يا جماعة صدقوني دايما نبص الأعلى دايما نبص بروح الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة ليست فقط أماكن ومدن وإنشآت لا روحك من جوة لازم تتواكب مع هذا الإنجازات الكبيرة وهذا الطفان من المشاريع الكبيرة لازم أنت من جوة تبقى عارف أنت كمصر أنت تقدر أنا مش هبص تاني على المركز التاني ولا رايح أمثل تمثيل مشاري أنا رايح أكسب وإن شاء الله هنكسب إحنا عندنا إيمان وعندنا عقيدة وعندنا قوة وعندنا صلابة أن إحنا نتحدى أي شيء فلازم دي كن دي كن يعني روحنا الجديدة في الرياضة وطبعا البطولة دي استمرار لسلسلة من البطولات الدولية اللي مصر بتستضيفها وبتنجح فيه تنظيمها مش بتستضيفها بس وتنجح فيه تنظيمها ترجمة نانسي قنقر